بداية بما أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أمر بتمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار تداعيات وباء كوفيد-19 على الأنشطة الاقتصادية وعلى القطاع الخاص صحيح طبعاً الأمر السامي صدر بتمديد المبادرات الحكومية التي أعلنت منذ بداية جائحة كورونا التي تضمنت دعم العاملين السعوديين وإيقاف الغرامات وتأجيل الرسوم والإعفاءات والقرارات تعد طبعاً هذه الخطوة امتداداً للإجراءات الحكومية التي وصلت إلى مائة واثنتين وأربعين مبادرة تدعم بها الأفراد والمستثمرين وحتى منشآت القطاع الخاص متى ستكون؟ هذا الشيء خلال وباء كوفيد-19 والتي تجاوزت قيمتها الـ 214 مليار ريال حيث تم تمديد مبادرة دعم العمالة السعودية في القطاع الخاص عبر النظام سائد أو ساند بالإضافة إلى احتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت كما سيتم تمديد مبادرة إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة وسيتم أيضاً تمديد رفع الإيقاف مؤقتاً عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط فضلاً عن رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية الأمر السامي شمل أيضاً إسمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي بالإضافة إلى تنديد مبادرة التوسع في قبول أطلبات للتقصيد المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة وسيتم تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار وتعجيل أيضاً سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقاً وتضمن الأمر الملكي تمديد الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهي إقامتهم شهراً إضافياً من تاريخ انتهائها على أن تمدد المبادرة لمدة شهر إضافي إن استدعت الحاجة وأخيراً تمديد مبادرة التأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي لمدة شهرين إضافيين من تاريخ انتهائها وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة والتي حل موعد دفعها منذ بداية شهر مارس الماضي فيما سيتم أو تم تشكيل لجان وزارية تهدف لدراسة أثار وتداعيات أزمة بيروس كورونا وفرص معالجتها سواء بالدعم أو بتمديد المبادرات أو غيرها من الحلول